شكرا على طرحكم هذه الأسئلة التي يبقى واحد من العنوين ديالها الكبيرة هو موضوع رجال ونساء تالي جوا نتفق بأن الإصلاحات سواء كانت إصلاحات اقتصادية أو اجتماعية أو تحولات تعرفها الدول لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون التوفر على منظومة تعليمية قوية تحقق العذالة والإنصاف وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة هذا واحد من المبادئ التي توفق عليها المغاربة في دستور 2011 حكومة اعتبرت بأنه جميع الإصلاحات دولة اجتماعية إصلاحات القطاعية في المجالات الاقتصادية إصلاحات المرتبطة بالمالية العمومية إصلاحات المرتبطة بالصورة الإيجابية التي تعكسها بلادنا في مختلف المنابر الدولية لا يمكن أن تكتمل إلا بمنظومة تعليمية هذا علاش؟ كان الاشتغال حول هذا الموضوع بكل جدية وطبعاً الاشتغال كان منذ تنصيب هذه الحكومة بالرغم من الصعوبات التي واجهتها هذه الحكومة والتي نعرفها جميعاً داخل هذه القاعة ونقشناها غير ما مره والمرتبطة بالإشكالات المرتبطة بالتضخم وقلة التساقط لكن الحكومة اختارت أن إصلاح ديال الصحة ديال التعليم يجب أن يسير على خطاً تابتة ولم تتدخر الحكومة أي جهد ولم تتدخر حتى الإمكانيات المالية التي يحتاجها هذا الورش ولكم أن تقارنوا بين الميزانية خاصة الميزانية قطاع التعليم في السنوات القليلة الماضية اليوم قطاع الصحة والتعليم حوالي 107 مليار درهم لقطاع الصحة والتعليم بزيادات كبيرة جداً إذن نحن متفقون بأنه لا بد من إصلاح المنظومة التعليمية لأنه لن نحقق الأهداف أهداف الدولة الاجتماعية كان حواراً مع النقبة انطلق وكان الحوار مع السلوزير القطاع سيشاكي بن موسى لمدة دورات ودورات تم توقيع الاتفاق 14 يناير الذي يعتبر الأساس لمختلف الاجتماعات ومختلف اللقاءات التي كانت تعقد فيما بعد اليوم عندنا وضعية تالية نظام أساسي هناك بعض الأساتذة الذين يعترضون عليه عندنا في الجانب الآخر عندنا حكومة لم تغلق الأبواب بل على العكس استمرت في النقاش وفي الحوار من أعلى مستوى في رئاسة الحكومة سيد رئيس الحكومة شخصياً التقى مع النقبات والبلاغ الذي صدر عن هذا الاجتماع واضح وضوح الشمس بأنه سوف يتم العمل جنباً إلى جنب بإطار الحوار المبتوح في إطار استحضار المكتسبات دي الرجال والنساء التعليم في إطار استحضار المصلحة دي التلميذ التي أعتقد بأننا جميعاً كقواء سواء كنا رجال تعليم أو لا فاعلين عموميين أو حكوميين أو أحزاب سياسية كلنا معنيون بهذا الموضوع وكلنا نعتقد بأن المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة ولا يجب أن يطعطل هذا المصار المصار التلقي والتعلم وعند ما زال جزء من الأساتذة الذي اليوم يريد أن يعبر عن فكرة الحكومة كتعرفها لكن السؤال المطروح هو وش الحكومة صمت الأدن دي لها إطلاقاً وش الحكومة غلقات باب الحوار إطلاقاً حكومة مازال مستمرة في هذا الحوار هذا نعتقد وقلت في الأسبوع الماضي بأنه آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وبشكل سريع لمواجهتي مختلف هذه التخوفات بعض التخوفات التي كانت عند رجال ونساء تالهم في حوار هادئ وشفاف ومعقول ونشوفوا القضايا كلها قضية قضية أنا ذاك سوف يظهر بأن هذه التخوفات حتى وإن وجد يعني لها سبب فإن الحكومة مستعدة للتفاعل وللحوار وللنقاش لكن لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية وأن يستمر الهدر المدرسي وأن يستمر الآباء يضعون أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبناءهم لا يحصلون على التعليم للدولة ولجميع القوى كما قلت ولمن معنين بهذه العملية هذه بما فيهم رجال ونساء التعليم كلنا نتفق على ضرورة أن تستمر الحياة المدرسية بشكل طبيعي أنا ما بيش ندخل في تفاصيل النظام الأساسي لكن فقط أريد أن أترحي السؤال وش نظام أساسي لحافظة على مكتسبات وجب يعني بعض القضايا من قبيل مدارس الريادة اللي غادي تولي واحد المدارس في واحد الجودة معينة وفي واحد المستوى من المرضود يوم النتائج ما فقط أطرح أسئلة بصوت مرتفع فكما قلت الحكومة جديد مرة أخرى لأنها لم تغلق باب الحوار ولن تغلقه لأننا نعتبر رجال ونساء التعليم شركاء في إصلاح النظام التعليمي ولن نقوم بإصلاح المنظومة التعليمية دون شراكة حقيقية مع رجال ونساء نحن نتمسكون بهذه الشراكة متمسكون بهذه الحسل العالمي المسؤولية لتشسير هذه التقاء وإعادة بنائها بشكل مشترك لأن قطاع التعليم ليس مثل القطاعات التي يمكن أن تخدع لما يمكن تخدع الحوار التعليم يحتاج إلى حوار والحكومة متمسكة بالحوار ولذلك نعتقد بأنه هذا العدد من التلاميذ الذين اليوم محرومون ولا يتلقون الدروس ديالهم أنهم يحصلوا على الدروس ديالهم بشكل سريع لكي نحقق المبدأ ديالتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغرب مش كل شيء يقرأ مش شيء يقرأ مش شيء يقرأ وشيء يقرأ ما يقرأ السؤال جاء حول الاقتطاع الاقتطاع هذا مقتدى قانوني موجود في القوانين موجود في قانون وموجود في مرسوم وأيضا هناك منشور للسيد رئيس الحكومة على أعتقد في سنة 2012 الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون حكومة مجبرة على تطبيق القوانين لذلك سوف تطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربية قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر